غرّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عبر تويتر قائلا هذا هو الانتحار السياسي الفردي الجماعي أن يضرب الإنسان نفسه وأخاه وجماعته من أجل كسب سياسي وزاري ولحظة سياسية عبرة فيتنازل عن الصلاحية والعرف والاتفاق ويسمي هذا دعما للعهد أما نحن فعلى المصالحة والعهد باقون لتأتي بعد ذلك تغريدة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل قائلا أن دفتر الشروط الذي وافق عليه وزراء القوات بعد الانتخابات هو نفسه الذي رفضوه قبل الانتخابات في آب 2017 وأضاف أن العرقلة كانت وباقية لتمرير مشروعهم كهرباء مناطقية تسمح لهم بالتمول محليا أسوة بأحزاب أخرى بحسب ما قالوه هم لي يعني بالمشبرح مشروع موتورات أو أكبر شوي مضيفا أن حزب القوات مشروعه للكهرباء بحجم صاحب موتور الرد على التغريدات العونية جاء من وزير الصحة غسان حصباني عبر تويتر أيضا إذ قال إن الخيار ليس بين البواخر أو موتور الحي لكن لماذا تشغلون الجميع بنقاش حول دفتر شروط لحل مؤقت من بواخر ما دام الجزء الأول منه ست سنوات ويبدو أن رغبة بعضهم في إطلاق جزء ثاني لخمس سنوات مع إضافة بواخر وأضاف لماذا لا تستعجلون الحل الدائم المقترح من دول عدة بدلا من إضاعة الوقت ووضع عددات لمولدات الكهرباء وكأنها ستبقى إلى الأبد مين بكون بد الموتورات والبواخر على حساب الحل الدائم وتابع حصباني لماذا تأخر إطلاق المعامل الدائمة والذي يستغرق أقل من سنتين فمضت سنة ونصف السنة وأنتم تصرون على البواخر وختم حصباني بالفعل وفقنا على دفتر شروط قبل الانتخابات وبعدها لكن الشروط التي وفقنا عليها لخلق منافسة حقيقية لم تظهر في الدفتر فأتت ملاحظات إدارة المناقصات لتبين ذلك ولهذا السبب أسررنا على الأخذ بملاحظاتها في دفتر الشروط الجديد ولحظ ذلك في قرار مجلس الوزراء الأخير